هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارة مكثفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة حيث قصفت قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية أكثر من مئتي هدف في حي بمدينة غزة وحدها هذا فضلا عن غارات تركز أغلبها مدينة خان يونس الجنوبية ومخيم البريج اللاجئين وسط غزة ما أصفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى أكثر من ألف وثمانية وسبعين شهيدا فيما وصل عدد الجرحة إلى أكثر من خمسة ألاف وثلاثمائة مصاب من بينهم ستة وعشرون شهيدا في الضفة الغربية وفي المقابل ارتفع عدد القتل الإسرائيليين إلى أكثر من ألف ومائتي قتيل من بينهم مائة وتسع وستون جنديا وأكثر من ثلاثة ألاف مصاب من بينهم نحو تلاثمائة وست وستين حالة حارجة هذا وتواصل الفصائل الفلسطينية شن هجمات صاروخية في العمق الإسرائيلي ردا على الغارات الإسرائيلية غير المسبوقة على القطاع في غضون ذلك اقترب الائتلاف اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو وزعماء المعارضة من تشكيل حكومة وحدة طارئة في هذه الأثناء أوضحت السلطات الفلسطينية أن الضربات الإسرائيلية دمرت حتى الآن أكثر من 22.600 واحدة سكنية و10 منشآت صحية وألحقت أضرارا بما يصل إلى 48 مدرسة من جانبها أكدت الأمم المتحدة أن الاعتداءات الإسرائيلية تسببت في نزوح أكثر من 260 ألف شخص داخل القطاع مشيرة إلى أن العدد مرشح للزيادة نظرا للاعتداءات غير المسبوقة على القطاع وحذرت الأمم المتحدة من أن تلبية الاحتياجات الرئيسية لأهالي غزة أصبحت أكثر صعوبة معربة عن قلقها من إعلان إسرائيل الحصار الكامل على القطاع في هذه الأثناء أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنصق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جرافث أكد أن حجم وسرعة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر تقشعر له الأبدان داعيا إلى احترام قوانين الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية مع تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي الكثيف جوا وبرا وبحرا على قطاع غزة شددت إسرائيل حصارها الشاملة على القطاع وتضمن الحصار إغلاق المعابر كافة وقطع الإمدادات الكهربائية والمياه والغذاء والطاقة ومع دخول الأدوان الإسرائيلي يومه الخامس قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية إن أكثر من مئتين وثلاثة وستين ألف شخص في غزة غاضروا منازلهم مضيفا أن هذا العدد مرشح للارتفاع وبحسب الأمم المتحدة دمرت عمليات القصف أكثر من ألف وحدة سكنية فيما لحقت أضرار بالغة بخمسمائة وستين وحدة جعلتها غير صالحة للسكن بينما لجأ قرابة مائة وخمسة وسبعين ألفا من أولئك النازحين إلى ثمان وثمانين مدرسة تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ومع ترد الوضع الإنساني في القطاع الفقير أصلا يمثل عدد النازحين داخل غزة أكبر عدد من النازحين منذ التصعيد الذي استمر خمسين يوما في عام 2014 خاصة مع تحذيرات من أن تلبية الاحتياجات الرئيسية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين لم يغادروا أماكنهم ومع رفض إسرائيل طلبا بإدخال إمدادات غذائية وطبية إلى قطاع غزة تعاني معظم المناطق في القطاع من انقطاع في التيار الكهربائي حيث لا تستطيع محطة توليد الطاقة في غزة توفير أكثر من 20% من الطاقة الكهربائية التي يحتاجها القطاع مع تحذيرات من أن محطة توليد الكهرباء في القطاع ستتوقف عن العمل خلال ساعات بسبب نقص الوقود الأمر الذي ينذر بكارثة خطيرة في هذه الأثناء أطلق برنامج الأغذية العالمية عملية طوارئ لتوفير الغذاء لأكثر من 800 ألف شخص في غزة والضفة الغربية والذين يواجهون ظروف صعبة ويفتقرون إلى الغذاء والماء والإمدادات الأساسية وبحث بمركز إعلام الأمم المتحدة دع البرنامج إلى إقامة ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعونات والمساعدات الإنسانية إلى غزة وتوفير ممر آمن دون عوائق لموظفيه والسلع الأساسية وذكر البرنامج أنه يحتاج بشكل عاجل إلى ضمان قدرته على الوصول والتمويل لدعم المحتجين مؤكدا أن هناك حاجة إلى نحو 17.3 مليون دولار أمريكي في الأسبوع الأربع المقبلة للتعامل مع الوضع الحارج الراهن أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ستخرج عن العمل بحلول الغد بشكل كامل وأشار المسؤول الفلسطينية أن التوقف في المحطة لتوليد الكهرباء سوف يتسبب في إغراق القطاع في ظلام دامس وستتوقف على إثره جميع الخدمات الإنسانية بما في ذلك المستشفيات والمرافق الصحية مضحا أنه بعد قرار منع سلطة الاحتلال إدخال الوقود ستتوقف أغلبية مصادر الطاقة البديلة التي تقدر بـ 15 إلى 20 ميجا وات كما أكد أن المتوفر في محطة التوليد 400 ألف لتر من الوقود وهي كافية لتشغيل المحطة ليوم واحد فقط وأكد المسؤول الفلسطينية أن إسرائيل هددت بقصف محطة توليد الكهرباء في حال إدخال أي كميات من الوقود وعلى إثر تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة أن الإمدادات المخزنة مسبقا في سبعة مستشفيات رئيسية في قطاع غزة قد تم استنفاذها تماما وأكد مسؤول الصحة العالمية أن المنظمة تعكف حاليا على إعادة برمجة مبلغ مليون دولار أمريكي لشراء الإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا من السوق المحلية لسد الفجوات المطلوبة مجددا دعوة المنظمة إلى الوقف الفوري للعنف وأشار المسؤول إلى الحاجة لإقامة ممر إنساني لإصال الإمدادات الضرورية منوها إلى وقوع 13 هجمة صحية في قطاع غزة منذ بداية الهجوم الحالية وهو ما أدى إلى مقتل ستة من العاملين في القطاع الصحي وإصابة أربعة آخرين وتضلر تسع سيارات إسعاف وثمانية مرافق صحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انتقدت وزيرة الخارجية النرويجية أي محاولة لتعليق المساعدة المقدمة للشعب الفلسطيني أو تخفيضها مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة وطالبت وزيرة الخارجية النرويجية بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة وأن تكون أولوية رئيسية للمجتمع الدولي من يلي بها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين أن الدعم الإنساني الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني ليس موضع تساؤل لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة مراجعة ملف المساعدات المالية لفلسطين والتأكد من عدم وصوله لأي كيانات بخلاف السلطة الفلسطينية اشتركوا في القناة وفي إطار تصاعد الأحداث في المنطقة أفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام في لبنان أن أطراف بلدات حدودية في الجنوب تعرضت لقصف مدفعي من إسرائيل عقب أطلاق صواريخ باتجاه أراضيها وأكدت الوكالة وقوع تبادل لإطلاق النار تزامنا مع القصف الذي يأتي في إطار التصاعد المستمر لليوم الرابع على التوالي من جانبه أوضح الجيش الإسرائيلي أن وحداته قصفت الأراضي اللبنانية ردا على ما قالت إنه هجوم بالصواريخ المضادة للدبابات على وحداتها